اشتركوا في القناة ودرس التعليم الفني والتنمية البشرية نكمل أبناء الأعزاء في حلقتنا اليوم هذا الدرس تعالوا نسترجع أبنائي ما قمنا بدراسته في الحلقة السابقة تحدثنا يا أبنائي عن التعليم الفني وقلنا أن التعليم الفني هو نوع من أنواع التعليم الذي يهدف إكساب الطالب المهارة العملية والخبرة العملية لكي يكون مواطنا نافعا بعد ذلك بما تعلموا في مدارس التجارية والصناعية والزراعية لكي ينفع بلاده تحدثنا أبنائي كذلك على أن التعليم هو قضية أمن قومي لأن التعليم هو وسيلة تقدم الدول والأمم ثم تحدثنا بعد ذلك أبنائي وتكلمنا على نظرة المجتمع المصري للتعليم الفني ونظرة دول العالم المتقدمة للتعليم الفني قلنا أن نظرة المجتمع المصري للتعليم الفني نظرة متدنية لماذا؟ لأنهم يعتبرون خريج هذه المدارس الفنية هم الذين لم يستطيعون الحصول على المجموع الذي يؤهلهم للالتحاق بالمدارس السنوية العامة لذلك يقل أو لا يغرب كثير من الأفراد بالالتحاق بهذا النوع من التعليم لما يجدونه من النظرة المتدنية لهذا النوع من التعليم ولكن مع اهتمام الدولة في وقتنا الحاضر بالتعليم الفني بدأت تتغير هذه النظرة إلى التعليم الفني وبدأ الإقبال عليه لما وجد في هذا التعليم من تطوير ومن اهتمام فاق كل ما كان قبل ذلك لكي يقوم الإنسان أو الطالب الخريجي من هذه المدارس بسد احتياجات الدولة في سوق العمل أما نظرة الدول المتقدمة للتعليم الفني أبنائي فهي تعتبر أن التعليم الفني هو المصدر الرئيسي لتقدم أي دولة أو هو المصدر الرئيسي لتقدمها هي شخصية لذلك اهتمت كثير من دول العالم المتقدمة بالتعليم وبتطوير هذا النوع من التعليم والاهتمام به تعالوا أبنائنا نستكمل درسنا لكي نتعرف على التعليم الفني وعلى أن التعليم الفني هو الذي يخرج لنا قوى بشرية تصنع الحضارة وتصنع المستقبل والتعليم الفني على وجه الخصوص هو رافدنا لإعداد قوانا البشرية والاستثمار الجزء الأكبر من سروتنا البشرية الوفيرة وتحويلها من عبء وعالى على المجتمع إلى قاطرة لتقدمه والوصول به إلى مصاف الدول المنتجة المكتفية ذاتيا والمؤسرة فعليا في الاقتصاد القومي والإنتاج والتطور التكنولوجي الدولي لو نظرنا أبنائي لهذه الفقرة لو وجدنا أن هذه الفقرة تناقش شيئا هام وهو علاقة التعليم الفني بالقوى البشرية تعالوا نتعرف على مفردات هذه الفقرة ونناقشها بعد ذلك كلمة الخصوص أبنائي أي بالأخص وبالتحديد كلمة رافدنا الرافد أبنائي هو ما يمد النهر بالماء والمراد يعطينا ومساعدنا الاستثمار أبنائي والانتفاع ثروتنا البشرية أي المقصود الطاقة البشرية الوفيرة بمعنى الغزيرة والمضاد القليلة كلمة عب أي حمل وسق وجمع كلمة عب أعباء كلمة قاطرة أي عربة وكلمة مصاف موضوعها وغدبتها ومنزلتها كلمة التكنولوجي أي التقني هذه المفردات أبنائي التي قلنا بتوضيحها تعالوا معنا لنتعرف على هذه الفقرة من خلال بعضا من الأسئلة هذه الفقرة أبنائي وضحت القوى البشرية هي التي تصنع الحضارة فلو وضعنا سؤال ما علاقة التعليم الفني بالقوى البشرية لقلنا أن التعليم الفني هو التعليم الذي يعتبر رافد يمد قوى البشرية وإعداد هذه القوى للاستثمار والاستفادة بها وتحويل هذه القوى البشرية من عب وعالة على المجتمع إلى قاطرة تقدم أو تسوق أو توصل هذه البلاد إلى مصاف الدول المنتجة المكتفية ذاتيا وبذلك يصبح في هذه البلاد تقدم وتطوع فالتعليم الفني أبنائي هو الذي يعتمد على تخريج جيلا من الأبناء يكون قاطرة لتقدم البلاد ويسوقون البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة ولا يكونون عالة على الدولة وعلى المجتمع هذا هو المقصد من التعليم الفني وعلاقة التعليم الفني بالقوى البشرية تعالوا أبنائنا لنتعرف أيضا على أن القوى البشرية سلاح نزو حدين القوى البشرية سلاح نزو حدين وضح ذلك نعم أبنائي إذا استثمر الإنسان الجزء الأكبر من سرواته البشرية الوفيرة بالتعليم الفني واستفدنا من التعليم الفني مع هذه السروة البشرية ستكون هذه السروة البشرية قاطرة تصل بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة أما إذا تم إهمال التعليم الفني فسوف يصبح الفرد عبءا وعالة على المجتمع وبذلك تكون القوى البشرية سلاح نزو حدين إما نافعة وذلك من خلال التعليم الفني أو إما ضغة وتكون عالة على المجتمع إذا تم إهمال التعليم الفني سأل آخر أبنائي متى تحول الطاقة أو القوى البشرية إلى قاطرة لتقدم المجتمع تتحول القوى البشرية إلى طاقة وقاطرة لتقدم المجتمع إذا عملت واهتمت هذه القوى البشرية بالتعليم الفني لأنها هو الوسيلة التي يكون لتحويل القوى البشرية من عبء إلى قاطرة تسوق الدول إلى مصاف الدول المتقدمة تعالوا أبنائنا لنتعرف على معنى التعليم الفني تفصيلا وتوضيحا التعليم الفني هو ذلك النوع من التعليم الذي يهدف إلى إكساب الفرد قدرا من الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية التي تمكنه من إتقان عمله وتنفيذه على الوجه الأكمل وهذا النوع من التعليم تتضمن خطته الدراسية مواد نظرية عامة ومواد فنية ومهنية نظرية وتطبيقات وتدريبات عملية هذا هو تعريف التعليم الفني أبناء العزام التعليم الفني له أنواع بعد هذا التعريف سنتعرف عليها ولكن بعد أن نرى بعض اللغويات أو الكلمات التي يصعب توضيحها وتفسيرها في هذه الفقرة كلمة النوع أبنائي بمعنى الصنف وجمع كلمة أنواع كلمة يهدف أي يقصد ويطلب كلمة إكساب بمعنى تعليم كلمة الثقافة أي العلوم والمعارف والفنون وكلمة المهارات أبنائي بمعنى القدرات إتقان بمعنى إيجادة وتحسين أداء بمعنى إنجاز وإتمام وإكمال للعمل تعالوا لنتعرف أبنائي على الأسئلة على هذه الفقرة سؤال أول أبنائي ما التعليم الفني وما أنواعه التعليم الفني كما وضحنا هو التعليم الذي يهدف إلى إكساب الفرد قدرا من السقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية التي تمكنه من إتقان أداء عمله وتنفيذه على الوجه الأكمل وأنواع التعليم الفني أبنائي هو التعليم الصناعي والزراعي والتجاري الواجب تجاه التعليم الفني لذا واجب في إطار اهتمامنا بهذا النوع من التعليم أن نخطط له وأن نربطه بحاجات التنمية بصورة وضوية وفعالة من خلال إيجاد صلة وسيقة بين التعليم ومؤسسات العمل والإنتاج صلة تتيح تبادل رأي والمشاركة الفعالة في تحديد أهداف التعليم الفني ووظائفه ورسم سياساته بل وفي إدارته ومتابعة وتقويمه وتطويره المستمر وفي توظيف خريجيه فور انتهائهم من برنامجهم الدراسية وإعدادهم التدريب هذا هو الواجب أبناء الأعزاء تجاه التعليم الفني الاهتمام بالنوع التعليم والتخطيط له بحيث أن يكون هذا التعليم وسيلة من الوسائل التي تعمل على التنمية لإمداد مؤسسات العمل والإنتاج بما تحتاجه كذلك توظيف خريجي هذا النوع من التعليم بعد انتهاء البرنامج الدراسي والإعداد التدريبي تعالوا أبناء لنتعرف على بعضا من اللغويات تتيح أي تهيئ وتسمح تتضمن أي تحتوي وتشمل التنمية هي التطور والنهضة والتقدم مهنية أي العمل الذي يحتاج إلى خبرة وحرافية صلة أي غوابط طبيقات أي تجارب ومواضع التنفيذ فعالة أي مؤثرة ومضاد ضع سلبية وعاطلة تبادل أي التشاور وتحديد بمعنى رسم فلو أردنا أبناء أن نضع سؤال فنقول ما الواجب تجاه التعليم الفني الواجب أبناء تجاه التعليم الفني هو أن نخطط له أن نربط بحاجات التنمية بصورة عضوية وفعالة وذلك من خلال إيجاد صلة وسيقة بين التعليم ومؤسسات العمل والإنتاج هذه الصلة تتيح تبادل الرأي والمشاركة الفعالة في تحديد أهداف التعليم الفني ورظائفه ورسم سياساته بالإضافة إلى توظيف خريج هذا التعليم بعد انتهاء برنامجهم الدراسي وأعدادهم التدريبي هذا هو الواجب تجاه التعليم الفني لكي يكون التعليم الفني تعليما نافعا مفيدا ووسيلة من وسائل تقدم الدولة التعليم الفني والشراكة مع مؤسسات العمل والإنتاج لا بد للتعليم الفني أن يكون هناك شراكة مع مؤسسات العمل والإنتاج فنقول وإذا كنا في الواقع لا ننكر وجود بعض ملامح تلك الشراكة المأمولة بل ولا ننكر نموها في السنوات الأخيرة ولا ننكر الاهتمام المتنامي لكل من مؤسسات التعليم والتدريب ومؤسسات الإنتاج والعمل بها وبدعمها وبدعمها كما لا ننكر ما أحدثته من أسوار جاني إيجابية واضحة وملموسة على تطوير التعليم الفني في بعض القطاعات فإن الأمل يحدون لمزيد من الشراكة المؤسسة على دعاء متكاملة تضمن لها البقاء والإستمراء هذه الفقر أبناء توضع أن هناك شراكة موجودة بين التعليم الفني ومؤسسات العمل والإنتاج لا بد أن نعترف بها ولا ننكرها لأن هناك أبناء الأعزاء نوع من أنواع التعليم الفني هذا النوع من التعليم تعليم هام وعظيم وقيم وهو التعليم المزدوج فالتعليم الفني المزدوج الهدف منه تخريج عمالة فنية مدربة تعمل في المؤسسات الصناعية التعليم الفني المزدوج أبنائي هو نوع من التعليم الفني يكون فيه الطالب دارسا وفيه عاملا في الشركات والصناعات والمصانع التي تعمل على التدريب لهذا الطالب لكي يكون هذا الطالب هو العمالة القادمة في المصانع والشركات المؤسسية التي تعمل على تطوير البلاد فهذا نوع من أنواع التعليم هدفه تقديم الفائدة لهذه المؤسسات الصناعية لكي يكون هذا العامل لديه خبرة فنية ولكي يستفيد أو تستفيد من هذه المؤسسة الصناعية تعالوا أبنائنا لنتعرف على مفردات هذه الفقرة النوع أبنائه والصنف وجمعها أنواع الشراكة هي العلاقة التي تقوم على التعاون وتبادل المصالح المأمولة أي المرتجاه المتنامي أي المتزايد يحدون أي يسوقنا والدعائم مفردها دعامة وهي العماد والسند وركيزة سؤال أبنائي على هذه الفقرة ما الأثار المترتبة على وجود شراكة بين التعليم الفني وسوق العمل والإنتاج الأثار أبنائي هو أن التعليم الفني والشراكة التي وجدت بينها وبين سوق العمل والإنتاج أحدثت أثار إيجابية واضحة وملموسة على تطوير التعليم الفني في بعض القطاعات ما الآمال المرجوة من هذه الشراكة بين التعليم الفني كما قلنا وسوق العمل والإنتاج الأمال المرجوة أبنائي من هذه الشراكة المؤسسة على دعاية متكاملة تضمن لها البقاء والاستمرار فهو تحقيق البقاء والاستمرار هو الأمل المرجو من هذه الشراكة مع الاهتمام بالتعليم الفني تعالوا أبنائنا لنتعرف على بعض من تجارب الدول في التعليم الفني وكيف أن التعليم الفني هو العنصر والمصدر الرئيسي لتطور وتقدم هذه الدول وليكن معنا أبنائي أولى هذه الدول ألمانيا فدولة ألمانيا من الدول التي اعتمدت اعتمادا كليا في تقدمها على التعليم الفني تجربة ألمانيا في التعليم الفني هي الأفضل عالميا فقد اهتموا بالتكوين المهني للطالب في سن مبكرة مما يتيح له فرص التعرف على كثير من المهن وبذلك يستطيع أن يختار التخصص الذي يناسب ميوله وقدراته ونظام التعليم عندهم هو التعليم المزدوج الذي وضحناه ابناء العزاء هذا التعليم يمكن الطالب من دراسة العلوم النظرية والتطبيقية معا ويتضم النظام التعليم المهني أفضل نظم التدريب والتطبيق العملية في العالم فدولة ألمانيا كما هو موضح ابنائي من الدول التي اهتمت بالتعليم الفني اهتماما كبيرا على أساس أن التعليم الفني هو الوسيلة التي أدت إلى التقدم لديها لذلك اهتمت بالتعليم الفني المزدوج الذي قمنا بتوضيحه قبل ذلك حيث قلنا أن هذا النوع من التعليم الفني المقصد من أن يكون الطالب على دراسة بالعلوم النظرية والتطبيقية معا أي يكون هناك تدريب للطالب على ما قام بدراسته نظريا لكي يطبقه عمليا لكي يكون هذا الطالب لديه الخبرة الكثيرة وعند تخرج يكون هناك عمالة فنية مدربة على أكمل وجه تقوم بالنهوض بالبلاد ننتقل أبناء إلى بعض من اللغويات التكوين هو التدريب المعني هو الحرفي وينسب إلى المهنة والتكوين المعني أبنائه وتدريب لممارسة مهنة وحرفة كلمة مبكرة مضاد ضهر متأخرة ميول أي اتجاه قدرة أي مقدرة وطاقة وكلمة المزدوج أي المكون من شيئ أي يتضمن أن يشتمل ويحتوي ويعم لو وضعنا سؤال أبناء لقلنا تجربة ألمانيا هي الأفضل عالميا وضح ذلك تجربة ألمانيا في التعليم الفني أبناء هي الأفضل عالميا فقد اهتموا بتكوين المهني للطالب في سن مبكرة مما يتيح له فرص التعرف على كثير من المهن وبذلك يستطيع أن يختار التخصص الذي يناسب ميوله وقدراته مع نظام التعليم في ألمانيا وما الذي يتضمنه التعليم المهني نظام التعليم في ألمانيا أبناء هو التعليم المزدوج الذي يمكن الطالب من دراسة العلوم النظرية والتطبيقية معا ويتضمن كذلك التعليم المهني أفضل نظم التدريب والتطبيق العملية في العالم ننتقل إلى دولة أخرى من الدول التي اهتمت أبنائي بالتعليم الفني وهي دولة الهند فنقول أما الهند فتعد من الدول التي لها خبرات رائدة في مواجهات البطالة عن طريق التدريب والتعليم المهني والفني من خلال السياسات المستخدمة لتحسين التعليم الثانوي المهني والفني والتي من أهمها تعالوا نتعرف على السياسات المستخدمة لتحسين التعليم الثانوي الفني لدى الهند تقديم تقديم الدورات التدريبية المهنية بكل مستوياتها التوسع في نظام التعليم المفتوح لمرونته البالغة في إتاح الفرص التوجه نحو التلمزة الصناعية والربط بين التعليم المهني والتعليم التقني والتعليم العام لو نظرنا إلى اللغويات أبنائي كلمة تعد أي تعتبر كلمة رائدة رائدة المقصود بها متقدمة كلمة مواجهة أي مقابلة والمرونة أي الليونة وسلاسة والمضاد الصلابة البالغة أي المفرطة والفرص هي الاغتنام والفوز بها التقني أبنائي هو الفني سؤال أبنائي على هذه الفقرة كيف واجهت الهند البطالة لديها واجهت الهند البطالة عندها عن طريق التدريب والتعليم المهني والفني ومن خلال السياسات المستخدمة لتحسين التعليم الثانوي المهني والفني لو وضعنا سؤال آخر اذكر السياسة الهندية لتحسين مستوى التعليم الفني السياسات المستخدمة لتحسين التعليم الثانوي المهني والفني أبنائي هو تقديم الدورات التدريبية المهنية بكل مستوياتها التوسع في نظام التعليم المفتوح لمعونته التوجه نهو التلمزة الصناعية وربط بين التعليم المهني والتعليم التقني والتعليم العام ننتقل أبنائي كذلك إلى دولة أخرى من الدول التي اهتمت بالتعليم المعني وخاصة التعليم الصناعي والدولة هنا أبنائي هي دولة فرنسا حدثت تطور كبير في التعليم الصناعي حيث تطور التعليم الفرنسي من المركزية إلى اللامركزية ثم تطور مجموعة من الدراسات العلمية مثل علم المعلومات وقد حاولت المدارس الفنية الصناعية أن تتفاعل مع الواقع العالمي حيث ركزت على الميكانيكا الآلية أي أن المدارس الفرنسية الصناعية ركزت على الميكانيكا الآلية والمعلوماتية الصناعية وإدارة الماكينة ونظم المعلومات وتركز على الموارد والاحتياجات وطرق التصنيع الغويات أبنائي تطور أي تقدم ورقي تتفاعل أي تحتك وتشارك ركزت أي سبتت والماكينة هي الآلة تعالوا أبنائنا لنضع بعضا من الأسئلة على هذه الفقرة ونجيب عليها فلو قلنا مثلا كيف طورت فرنسا التعليم الفني نقول أبنائي أن فرنسا قامت بتطوير التعليم الفرنسي الفني وذلك من المركزية إلى اللا مركزية ثم تطور مجموعة من الدراسات العلمية مثل لتطور مجموعة من الدراسات العلمية لو أردنا أن نوضح أمثلة لتطور مجموعة من الدراسات العلمية ابنائي لقلنا من خلال علم المعلومات الذي حاولت فيه المدارس الفنية الصناعية لدى فرنسا أن تتفاعل مع الواقع العالمي حيث ركزت المدارس الفرنسية على المكينة الآلية وكذلك على المعلومات الصناعية وإدارة المكينة ونظم المعلومات كذلك ركزت أيضا على الموارد والاحتياجات وطرق التصنيع ننتقل إلى دولة أخرى من الدول التي اهتمت بالتعليم الفني وهي الولايات المتحدة الأمريكية يلعب التعليم المهني والصناع دورا كبيرا في الولايات المتحدة حيث يتم اكتشاف الطلاب زوي التوجه المهني في المرحلة الابتدائية في الثالثة من أعمارهم لذلك يوجد بالولايات المتحدة عدة برامج للتعليم الصناعي أي أن الولايات المتحدة يهتمت بالتعليم المهني والفني منذ الصغر من مرحلة التعليم الابتدائي وذلك من خلال اكتشاف الاحتياجات ومن اكتشاف الميول لدى هؤلاء الطلاب وعملت على تنمية هذا الميل وهذا الاهتمام لديهم فكلمة اكتشاف ابنائي بمعنى ايجاد ومعرفة وكلمة التوجه أي بمعنى الاقبال علل وجود عدة برامج للتعليم الفني بالولايات المتحدة الامريكية نقول لأن التعليم المهني والصناعي له دور كبير في الولايات المتحدة الامريكية فالاهتمام بالتعليم المهني والصناعي ادى لوجود عدة برامج للتعليم الفني في هذه البلاد سؤال ابنائي متى يتم اكتشاف زوج التوجه المهني يتم اكتشافهم في المرحلة الابتدائية في ثالثة من اعمارهم لو انتقلنا ابنائي الى مصر كدولة من الدول التي تهتم بالتعليم الفني لقلنا ان مصر تعمل الحكومة على تحسين الصورة الزهنية في المجتمع عن التعليم الفني حيث قامت الحكومة بالاهتمام بالتطوير والتعليم الفني لكي تحسن من الصورة الزهنية للتعليم الفني في المجتمع ولكي يقبل الطلاب على الالتحاق بهذا النوع من التعليم الفني كذلك تعمل الحكومة على تحسين الجودة من خلال توفير المعدات والتجهيزات الحديثة أيضا تعمل الحكومة على تأهيل وتطوير البنية التحتية للمدارس ومراكز التدريب المهني أي أنها تحاول أن تهتم بالمدارس ومراكز التدريب المهني لكي يستطيع أن يكون النواة لتحقيق احتياجات المؤسسات المختلفة أصبح بمصر الآن العديد من مدارس التعليم الفني التي تعمل بالنظام الألماني وهو نظام التعليم المزدوج وهذا النوع ابناء من التعليم المزدوج كما وضحنا والنوع الذي يعتمد اعتمادا كليا على إكساب الطالب المهارة العملية والمهارة الصناعية أيضا اهتمت الحكومة على تطوير مناهج التعليم الفني وفق احتياجات سوق العمل وكذلك وضعت الحكومة سياسة وضحة تهدف إلى بناء قدرات المعلمين والمدربين والمديريين والإداريين بما يضمن التنمية المهنية المستدامة للعاملين بمنظومة التعليم الفني وتدريب المهني أي أن الحكومة تهتم اهتمام كبير بالمعلمين والمدربين والمدريين والإداريين للاهتمام بهذه التنمية المهنية أيضا اهتمت الحكومة بأن توجد المدرسة المنتجة أي المدرسة التي يكون أسلوب التعليم فيها يتم من خلال العمل على تصنيع منتج في المدرسة ويتم بيعه أو الاستفادة منه في البيئة المحيطة وهذا هو أسلوب فني للعمل على تقليل التكلفة بالإضافة إلى وسيلة لتدريب الطلاب على مهارات السوق الحر من التفاوض ودراسات الجدوى لو نظرنا إلى اللغويات أبني لهذه الفقرة لو وجدنا أن كلمة تحسين بمعنى تجويد وكلمة المزدوج أي المكون من شيئين وكلمة المستدامة هي الدائمة والمستمرة فالمستدامة أي بمعنى الدوام والاستمرار وكلمة منظومة أي نظام وسيلة هي كل ما يحقق الغرض التفاوض أبناء بمعنى التباحث والجدوى بمعنى النفع والفائدة لو وضعنا أبنائي سؤال لقلنا ما التجربة العملية لمصر مع التعليم الفني نقول أبنائي أن الحكومة تعمل على تطوير منائج التعليم الفني وفق احتياجات سوق العمل وذلك من خلال وضع سياسة واضحة تهدف إلى بناء قدرات المعلمين والمداربين والمهنيين بما يضمن التنمية المهنية المستدامة للعاملين بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني كذلك بدأت الحكومة في مصر في التعليم الفني الذي يعمل بالنظام الألماني وهو النظام التعليم المزدوج ما المدارس المنتجة وما اسلوبها المدارس المنتجة ابنائي وهو اسلوب من أسليب التعليم يتم من خلاله العمل على تصنيع منتج في المدرسة ويتم بيعه في البيئة المحيطة وهو اسلوب من أسليب الفنية للعمل على تقليل الإنفاق ووسيلة لتدريب الطلاب على مهارات السوق الحر سؤال آخر ابنائي تعمل الحكومة المصرية على تحسين الصورة الزهنية في المجتمع عن التعليم الفني كيف عملت الحكومة على تحسين الصورة الزهنية عن التعليم الفني في المجتمع عملت الحكومة على تطوير وعلى تحسين الصورة الزهنية من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والاهتمام بالعمالة الفنية المدربة والعمل على تعيين كل خريج التعليم الفني في الشركات أو المصانع التي قاموا بالتدريب فيها ننتقل الأبناء إلى الفكرة الأخيرة في هذا الدرس وهي دور التربويين للنهوض بالتعليم الفني ومن سم لم يدخل القائمون على التربية والتعليم جهدا لينهض التعليم بحظه في خدمة الاقتصاد بل صار لزاما أن تقوم التنمية الاقتصادية على أسس تربوية تعليمية والتكامل بين الجانبين أصبح هدفا أصيلا في أزهان المشتغلين بقضايا التنمية ورخاء إيمانا بتلازم المجالين وتكامل الهدفين أي الهدف من التنمية وغخاء وكذلك الهدف من القائمين الذين ينهضون بهذا النوع من التعليم وخدمة الاقتصاد القوم الغويات أبناء التفاوض بمعنى التباحس الجدوى بمعنى النفع والفائدة الرخاء بمعنى ساعة العيش تلازم يعني ارتباط ولو أردنا أبنائي أن نضع سؤالا لهذه الفقرة ما دور التربويين للنهوض بالتعليم الفني الدور الذي قام به التربويين أبنائي للنهوض بالتعليم الفني قيام التنمية الاقتصادية على أسس تربوية تعليمية أيضا لما نقول من مقصود بالتكامل بين الجانبين وتلازم المجالين بالفقرة السابقة لابد من التلازم والارتباط بين الجانبين لأن التكامل هو هو كما وضحنا قيام التنمية الاقتصادية على أسس تربوية تعليمية يبهن التكامل بين الجانبين أبناء وتلازم المجالين في الفقرة السابقة وذلك من خلال قيام التنمية الاقتصادية على أسس تربوية وتعليمية بكده أبناء العزاء نكون قد وضحنا درسنا اليوم من التعليم الفني والتنمية البشرية واستكملنا ما بدأناه في الحلقة السابقة من أن التعليم الفني هو الوسيلة التي تعمل كثير من دول العالم المتقدمة على جعله المصدر رئيسي للتنمية والاقتصاد والارتقاء باقتصاد البلاد وما يحتاج سوق العمل من عمالة فنية مدربة نافعة لنفسها ونافعة لدولتها ننتقل أبناء إلى درس آخر من دروس اليوم وهو درس في القواعد النحوية كان وأخواته كان وأخواته أبناء هي أفعال ناقصة ناسخة تدخل على الجملة الإسمية وقد وضحنا أبناء أن الجملة الإسمية هي نوع من الجملتين الفعلية والإسمية والجملة الإسمية تتكون من المبتدأ والخبر ووضحنا كذلك أبناء وقلنا أن المبتدأ هو المتحدث عنهم أما الخبر أبناء فهو المتحدث به فلو قلنا أبناء العزاء الطالب نشيط فالطالب مبتدأ ونشيط خبر الطالب هو المتحدث عنه الذي نريد أن نخبر عنه ونقول أنه نشيط فنشيط أتمت مع المبتدأ جملة مفيدة لها معنى ولها فائدة وضحنا يا ابنائي كذلك أن الخبر له ثلاث أنواع هناك الخبر المفرد الذي يكون ليس بجملة ولا شبه جملة من الممكن أن يأتي مسنة من الممكن أن يأتي جامع مذكر أو جامع مؤنس اسم من الأسماء الخمسة ولكن لا يكون جملة ولا شب جملة أن يكون كلمة واحدة كذلك ابنائي تحدثنا عن الخبر عندما يكون جملة اسمية وجملة فعلية وقلنا أن الخبر الجملة سواء كان اسمية أو فعلية لابد أن يتصل بها ضمير أو يكون بالخبر الواقع جملة ضمير يعود على المبتدى مثال ذلك ابنائي كما قلنا الطالب أخلاقه عظيمة الطالب مبتدى وأخلاقه عظيمة هي الخبر تتكون أخلاقه عظيمة من مبتدى ثاني وخبر لهذا المبتدى فالخبر هنا يا ابنائي للمبتدى الأول الطالب هو الجملة الاسمية كلها وهي الطالب أخلاقه عظيمة كذلك يا ابنائي قلنا أن في الخبر عندما يقع جملة أو يكون جملة اسمية أو فعلية لا بد من الضمير فعندما تقول القمر ينير ليلا القمر ابنائي مبتدى وينير فعل مضارى مرفروب الضمى والفعل ضمير مستدر تقديره هو يعود على المبتدى لذلك الخبر ابنائي هنا هو الجملة الفعلية لو نظرنا كذلك ابنائي أن الخبر من الممكن أن يكون خبر شب جملة أي حرف جر واسم مجرور أو ظرف ومضاف إليه وقلنا ابنائي أن الخبر عندما يكون شب جملة يكون في محل رفع خبر للمبتدى فكانوا أخواتها ابنائي العزاء لو نظرنا إليها لو وجدنا أنها أفعال مواقصة ناسخة وسميت أفعال مواقصة ناسخة لأنها تدخل على الجملة الإسمية فتقوم بتغيير الخبر وتقوم بنسخه وتغييره من حالة الرف تجعله منصوبا كذلك أبنائي الحروف الناسخة إنه أخواتها سميت ناسخة لأنها تنسخ وتغيير إعراب المبتدى وتحوله من حالة رفع إلى حالة نصب كما وضحنا أبنائي المبتدى هو اسم مرفوع وهو المتحدث عنه وغالبا ما يقع في أول الكلام ويكون أبنائي مرفوعا وكذلك الخبر المتحدث به ويتمم مع المبتدى جملة مفيدة ويكون مرفوعا أيضا وكما وضحنا أبنائي قبل ذلك أن أنواع الخبر من الممكن أن يكون الخبر مفردا وجملة وشبه جملة ووضحنا أن الخبر المفرد إفراد نوع وليس بعدد وأن الخبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة أما الخبر الجملة سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية فلابد من اتصالي بضمير يعود ويربط بين المبتدى وبين الخبر الواقع جملة وهناك الخبر شبه الجملة وهو الخبر الذي يكون حرف جر واسم مجرور أو ظرف وبعده مضاف إلي والخبر الجملة والخبر شبه الجملة يكون في محل رفع مثال ذلك الصدق خلق جميل خبر مفرد التلميزان مجتهدان خبر مفرد الطالب أخلاقه عظيمة خبر جملة فعلية الولد يذاكر الدرس الخبر جملة فعلية الطالب أخلاقه عظيمة خبر جملة اسمية والولد يذاكر الدرس يذاكر الدرس خبر جملة فعلية والنظافة من الإيمان الخبر شبه جملة والحق فوق القوة الخبر أبناء شبه جملة بكده أبناء العزاء نكون قد بينا أهمية التعليم الفني والتنمية البشرية وكيف أن التعليم الفني المصدر الرئيسي لتحقيق التقدم في البلاد كذلك أبنائي قمنا بدراسة أو استرجاع الجملة الاسمية المبتدأ والخبر وأنواع الخبر وعرفنا لماذا سميت كان أفعال ناقصة ناسخة على موعد في حلقة أخرى باستكمال درسنا في النحو الأفعال الناقصة الناسخة كان وأخواتنا وكيف أنها تدخل على الجملة الاسمية فتكون بتغيير الخبر وكيف أنها تكون ناقصة وكيف تكون تامة أبناء العزاء أرجو أن أكون قد بيّنت وغضحت لكم الدرس الذي أخذناه اليوم على موعد بلقاء آخر في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر